من نشر التشيع إلى ترديد أطفال سوريا لطميات طائفية إيرانية ورغم أن هذا ما كان يحذر منه ناشط دير الزور والرقة وحلب طوال السنوات الماضية إلا أن جديد المساعي الإيرانية في هذا الجانب يأتي من افتتاح مدرسة ابتدائية في بلدة معدان شرق الرقة على مقربة من حدود دير الزور الإدارية تقول شبكات محلية في الرقة إن مندوبا للمستشارية الثقافية الإيرانية بدمشق حضر حفل افتتاح مدرسة ابتدائية في معدان اعتمدت منهاجا تعليميا خاصا بما فيه تدريس اللغة الفارسية وبحسب المصدر فإن المدرسة الفارسية استقطبت عشرات الأطفال لا سيما بعد الرواتب الشهرية المغرية لذوي الأطفال الذين يعيشون ظروفا مادية غاية في الصعوبة هذا شرق الرقة أما في دير الزور وريفها فتؤكد شبكات ومصادر أهلية أن إيران افتتحت أربع مدارس في مدينة الميادين لتعليم اللغة الفارسية بالإضافة لثلاث مدارس في مدينة البوكمال حتى اللحظة يستهدف المخطط الإيراني الشريحة العمرية بين السادسة والخمسة عشر عاما وهي الشريحة أو الجيل الذي ستعتمد عليه إيران خلال السنوات القادمة شرق سوريا تماما كما حدث في قرية الجفر التي شيع معظم سكانها قبل نحو عشرين عاما ضمن مغريات مادية وبتسهيل ودعم من نظام الأسد بالحديث عن نظام الأسد تظهر هنا الرايات الطائفية للميليشيات الإيرانية والأفغانية والعراقية على امتداد الطرق الواصلة بين البوكمال إلى مدينة دير الزور ووسط هذا التوغل تأتي آخر أخبار السيطرة الإيرانية في سوريا بفوز مرشح ميليشيا لواء الإمام الباقر بعضوية مجلس محافظة حلب التابع لنظام الأسد المفارقة أن لواء الباقر ميليشيا عراقية بنسخة سوريا وقامت ميليشيا حركة النجباء العراقية لزعيمها أكرم الكعبي بالإشراف على تأسيسها ويبلغ عدد عناصرها نحو ألفين مقاتل في حين أن النجباء والباقر يتبعان عمليا للحرس الثوري الإيراني فعن أي انتخابات ومجلس محافظة يتحدثون فيما يتساءل ناشطون عن تلك المفاجآت التي ستخرج مستقبلا من دير الزور والرق خصوصا مع تعمد إفقار المنطقة وتجاهل المحيط الإقليمي لما يحدث ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة